السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من أخبار إيطاليا الحلقة اليوم سنطرق العدة أخبار من بينها سنتكلم عن القطاع الغزة والكلام التي قالت كامالا هاريس لنطنياهو تؤكد أنها لا ستسكت أمام المعاناة المدنيين في القطاع الغزة سنرى الكلام بالتفصيل سنتكلم عن الاشيماع التي يدار في مدينة روما ما بين المخابرات الأمريكية الإسرائيلية المصرية والقطارية باش يوصلوا إخوان واحد اتفاق وغنشوفوا الجديد دي الاتفاق في نوصل سنتكلموا كذلك إخوان على اكتشاف مروع وقع في الحدود ما بين البيمونتي والومبردية في واحد بلدية صغيرة تابعي إخوان نوفارا رجال الشرطة كيعطروا على جتة دي المواطن المغربي اللي هو في منتصف العمر يعني ما شابش مقتول ومخصر وغنشوفوا إخوان أشنو كان على المجاه دياله كيفما أنه سنتكلموا عن الطقس بإذن الله وبمشيئة الله على حسب التوقعات سيكون ارتفاع ديال درجة الحرارة الحرارة اللي كانت في المغرب مشاتي إخوان إلى إسبانيا ثم إلى فرنسا وحاليا في الويكند ونهاية هذا الشهر ستكون في إيطاليا درجة الحرارة ستصل حتى الربعين درجة ديالي الحرارة في حين أنه سنتكلموا على رئيس أو حاكم أو الحاكم الجهة ديالليغوريا جوفان نيطوتي اللي من بعدي إخوان تمانين يوم بالتحديد على فتح التحقيق معاه في قضايا ديال الفاساد أخيرا كيعلن على الاستقالة دياله وكيعلن على انتخابات مبكرة غنشوفوا التفاصيل دياله دياله ديال القضية وأشنو نخلاها أنه يستقل كيفما أنه سنتكلموا عن الأولمبياد ديال باريس انطالقت اليوم ولكن قبل الانطلاق ديالها كان هجوم دخم ومنصق سادف الشبكة ديال القطارات والسكك الحديدية في عدة نقاط في نفس الوقت مع فجر اليوم غنشوفوا التفاصيل والتوجات وغنشوفوا كذلك إخوان عدة أخبار أخرى من بينها خبار اللي تكلمت عليه جميع الصحف الدولية هو الاعتقال ديال إسماعيل المايو اللي هو يا إخوان أكبر مروج للمخدرات في الولايات المتحدة الأمريكية وعنده يا إخوان جنسية مكسيكية كيفما العادة كنت أشكركم جزيلا شكر للدعم ديالكم للقناة والناس اللي لم تشاركاش اشتركوا باشقوا وتوصلوا بالجديد إن شاء الله فالفقر يا إخوان سنتكلموا عن الطقس كيفما كنا اتطرقنا له بالأمس اليوم العديد من الصحف الإيطالية كنت تتكلم عن موجودية الحر قادمة من المغرب نحو إيطاليا من بعد ما أنه داس من البرتغال داسي إخوان من إسبانيا فرنسا والآن في إيطاليا درجة الحرارة ديجا اليوم الجمعة رهب داتي إخوان بالأرتفاع في عدة مناطق إيطالية خصوصا في الجنوب والتوقعات دي الأرصاد الجوية كنت تقول بلا أنه درجة الحرارة غادي ترتفع في الويكيند يعني السبت والأحد من 6 حتى 300 درجات في المدن المهمة وكنت تكلموا على تقريبا غادي تبصال حتى 40 درجة في بعض المدن في الضل بطبيعة الحال كنت تكلموا على أنه في إيطاليا حاليا الحالة ديال الطقس والحرارة اللي كينا مقبولة من الجنوب حتى للشمال إلا أنه في الويكيند رغت تصل درجة الحرارة للـ 38 درجة مثلا في البلدية ديال طارنطو في تارني 37 في مدينة فرنس والـ 37 في مدينة روما أما في النهاية ديالشهر 7 يعني كنت تكلموا يا إخوان مشي عير الويكيند ولكن ما بعد نهاية الأسبوع كنت تكلموا على أنه درجة الحرارة في مدينة بنيفانتو أورستانو تارني تقدر توصل إلى 33 وفي مدينة فرارة فوجا فورلي طارنطو فرنس ومدن أخرى تقدر توصل إلى إخوان حتى 38 درجة في التلخيص كنت تكلموا على أنه يوم السبت في شمال إيطاليا ستكون إيخوان الدنيا مشمشة وغيكون ارتفاع ديال درجة الحرارة في الوسط ديال إيطاليا ستكون إيخوان ربما بعد الزخات المطارية وعواصف رعدية في البروفينشة دياللاكويلة ولكن المناطق الأخرى سيكون فيها الشمش ويكون فيها الصهد في حين أنه الجنوب سيكون مشمش ودرجة الحرارة سترتفع يوم الأحد دائما في الجنوب سيكون مشمش وغيرتفع درجة الحرارة في حين أنه في الوسط إيطاليا سيكون إيخوان ارتفاع ديال درجة الحرارة والشمس وكذلك نفس الشيء في الشماء ديالطاليا أما مع البداية إيخوان ديالشهر 8 سيكون من الأمور نوعا ما غادي تتغير لأنه هاد المرتفع الجوي الإفريقي غادي تراجع للوراء غادي ريح قوية إخوان غادي تكون من ألمانيا من نمسا وكذلك سويسرا وغادي جيب معها أمطار وعواصف راضية في الشمال ديالطاليان في الوسط الشمالي أما الجنوب هذي إخوان ما غا تقصوش شتى لأنه المرتفع الجوي الإفريقي على حسن ما كيكسب الكوريلا دراسيرة مقرر أنه يدوز لعطة ديالصيف في جنوب إيطاليا فهذا الفقر يا إخوان غادي نتكلموا على أخبار الجالية المغربية والخبر الوحيد اللي غادي نتكلموا عليه هو اكتشاف إخوان صادم اللي قاموا به بعض المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم كانوا كيتمشو في الغابات ديال أوليدجو اللي كاني في البروفينشا ديال مدينة نوفارا كنتكلموا على بلدية اللي كان في البيمونتي محادة مع بلدية أخرى اللي كان في البروفينشا ديال فاريزي في الحدود ديال لومباردية يعني الحدود يا إخوان ما بين لومباردية والبيمونتي المهم كانوا كيتمشو في واحد طرقة اللي هي وسط الغابة حتى غير قول جوتمان ديال السيد في منتصف العمر اللي كله مضروب يا إخوان وعندوا واحد العلامة على الوجه دياله يعني السيد اللي قتله خسر ليه وجه في الاخر بواحد زيزوار على حسن ما كيقوله رجال الشرطة بطبيعة الحال فهذا المقال ما كيدكروشي إخوان جنسية إلا أنه في مقالات أخرى كيتكلموا على أنه الجزمان اللي تم العطور عليه هو لمواطن مغربي بطبيعة الحال رجال الشرطة دي المدينة نوفارا حالين كيدروا التحقيقات ديالهم باش يعرفوا شكل هو مسؤول على المقتل دي هذا المواطن المغربي إلا أنه كيتبيين أنها تصفية حسابات وطبيعة الحال ديك الدربة اللي مدروب المواطن المغربي في الوجه يعني خسر ليه وجهه في الآخر من بعد ما أنه قتله كأنه واحد الإمضاء دير واحد العصابة ضد هات السيد اللي ربما اقتار في إخوان شي خطأ ضدهم ولذلك كينا تصفية حسابات ما بين العصابات ديال بيع المخدرات اللي في هاد المنطقة أراهم كتار وهاد المنطقة كيفما يكتبون العديد من الصحف عدة عمليات دارتها الشرطة الإيطالية وعدة مداهمات باش تنقيها من الناس اللي كي بزنزو إلا أنه إخوان العملية صعبة كيحيدوهم وكيرجعو وعير في الشهر السليداز مواطن مغربي آخر لقوهتين من يوحي إخوان في نفس المنطقة في شهر السل وكان دار واحد تحقيقه من بعد ومن بعد أسابيع قليلة تم إلقاء القبض على حوالي 20 مواطن مغربي كانوا يبزنزو في هذه الغابة ولذلك الله يدر شي شوي ديت الخير للأبناء دي الجالية المغربية لأنه من لك توصلي إخوان تصفية ديت الناس وتصفية ديت الروح أرى ما بقى ميد قال السيد اللي لقوهت المرة ولله هوية دياله بقى ما معروفاش ولكن من خلال ملامح دياله كيباني إخوان مغاربي وكيبعد الصحف اللي كتكسب أنه مغربي بطبيط حسيد اللي هوية مشيز عماكين صغير عنده 20 أو 25 ولكن غدي تكون عنده القليلة 45 أو 50 سنة الله يرحمه يغفر ليه فهذا الفقر يا إخوان غدي نتكلموا على النسخة رقم 33 من الأولمبياد اللي كتنظم هد العام في باريس العاصمة الفرنسية اليوم ما غاي كل حفل ديال افتتاح إلا أنه قبل ما يكوني إخوة الافتتاح اليوم ما في الصباح كانت أعمال ديال التخريب على السيكاك الحديدية اللي كتربطي إخوان مدينة باريس بالعديد من المضون الفرنسية كأنه الناس اللي قاموا بهذا العمل اللي هوي إخوان فيه تنصيق لأنهم مش يخربوا عرس كوحدة ولكن العديد من السيكاك اللي شعيش فيهم العافية كأنهم بغوا يعزلوا إخوان العاصمة الفرنسية بطبيط الحال كيف ما كتقول الشركة إخوان ديال النقل ديال السيكاك الحديدية اللي هي ديال الدولة الناس اللي الدرات بفعلي إخوان هاد الأعمال ديال التخريب رأها حوالي 800 ألف شخص يعني تقريبا إخوان مليون ديال الناس للدرات بفعلي هاد الشي الدرج أنه كانت إخوان بلاغات لكي طلب من المواطنين أنهم ما يمشوش اللاقار ويبقوا في المنازل ديالهم حتى يوصلهم ميصاج باشي عارفوا أشنو غيديروا لأنه البيئة ديالهم راه قابل للتعويض وكذلك ممكن يغيروا التاريخ ديال الرحلة ديالهم المهم حول هاد الواقعة علق إخوان الرئيس ديال الحكومة الفرنسية أطال وقال بلا أنه الناس اللي قاموا بهذا العمل التخريبي راههم ناس اللي قراب يمن اليمين المتطرف يمن هذوك المجموعات ديال الناس اللي هي أو الناس ديال اليمين المتطرف بطبيط الحال من بين أهم الأشياء اللي مهتمة لها فرنسا في هذا الأولمبياد هي إخوان الأمن لأنه كين مخاوف كبيرة أنها تكون عملية إرهابية أو أنه يكون هجوم على الأنظمة ديال الانفورماتيك يعني يكون هجوم معلوماتي بطبيط الحال رجال الشرطة اللي كان اليوم في مدينة باري زرهم 65 ألف رجل شرطة يعني مختلف إخوان الأصناف هل في الجيش هل في الشرطة هل في بوليسي هل في جادارمي المهم 65 ألف رجل أمن ناهيك على أنه الاختيار ديال الرئيس الفرنسي ماكرون باش يدير الافتتاح ماشي في وحد الملعب مغلق ولكن في المدينة خلى أنه المدينة النص ديال هي إخوان كيتم لحجز ديال وتقريبا بخلاصة العبارة يعني كيسدو الطرقان ديالها أما اللي بقى في المدينة رها مقلق بزاف إخوان من ماكرون على الاختيار دياله أنه يدير افتتاح في المدينة ومشي في واحد الملعب من بين الأشياء اللي غيدير هو أنه غيكون 98 باطو صغير اللي غيدو زمن الود اللي كين وسط مدينة باريز اللي غيكون على المتن هاد الباطو الفرق اللي غيكون تشارك في الأولمبياد رطبي الحال كيف ما غيكون تقدروا تتخيلوا معايا كين واحد تركيز بزاف إخوان على البيعت الإسرائيلية بحكم أنه ديج إسرائيل قالت بلا أنه را كين إيران اللي بغى تهجم على البيعت ديالنا فرنسا إيران كنت في هذه الاتهامات ناهيك على أنه ديالها من غير هات شي وبحكم أنه الافتتاح غيكون كذلك في الواد أراه كين غواصين في المياه كين قناسي اللي كان في السطوح اللي هي جنبي الواد وكين كيف ما قلنا 65 ألف جندي والمجال الجوي دي المدينة باريز تم إغلاق دياله لمدة سبع ساعات حتى المنتصف الليل عاد تفتح بطبيعة الحال كيف ما كنت شوف توجد لهواية كبيرة أما من جهة أخرى البيعت الإسرائيل هي إخوان رغض يتكون قبل البيعت الإيطالية وربما يطلعو في نفس الباطل لأنه الترتيب يكون عن طريق الأحرف الأبجدية ولذلك كين إسرائيل من بعدها إيطاليا ومن بعد إيطاليا كين إيران يعني ما بين إسرائيل وإيران جتو الصمي إخوان إيطاليا فهذا الفقر سنطرق الاستقالة رئيس جهة اللي جوريا اللي هو يد جوفان نيطوتي واللي كيف مقلنا كان متابع بتهم إخوان الفساد وحاليا يتواجد في الحبز الدار الدومي شلياري إلا أنه إخوان صمد في الدومي شلياري من سبعة في شهر خمسة يعني كنتكلمو على شهرين وعشرين يوم هذه سمد وبقى محبوس ومبغى شعرت الاستقالة إلا أنه اليومي إخوان الاستقالة وصلت بطبيط حال طوتي كانوا سمعوني كذلك إخوان في الأسبوع الماضية القودات ديال التحقيقات الأولية لمدة 8 سواع وقدم 20 صفحة كيرود فعل الاتهامات اللي كانت ضده بطبيط حال فهذا المدة دائما ديال جوج ديال الأشهر وعشرين يوم قدم كذلك الاستئناف بش يقدر يخرج إخوان من دومي شلياري إلا أنه المحاكم الإيطالية رفضت وحول هذ النقطة بالتحدي ديال هي اللي على حسب ما يقول الصحف كان سبب رئيسي حول الاستقال ديال الساقل من الجهة اللي وطالب ناحية القانونية وكذلك السياسية من بين الأشياء اللي هي مهمة كذلك الحبز ديال دار شكل عليه واحد الضغط يا إخوان لأنه يبقى محبوس دار الاستئناف جوج الخطرات والاستئناف القادم أمام محكمة النقد الكستاتيوني كانت تنطق فيه المحكمة حتى شهر تسعود هو ما قدرش يصبر تلك الفترة ولذلك قال له منعة الاستقال ديالي ونقدم طالب جديد باش أنه يتلقوا الصراح ديالي وكين إمكانية كبيرة أنهم يقبلوا قبل ما كان يقبل لأنه كانت الإمكانية ديال أنه يعود نفس الجرائم دممنا غيس الساقل من رائس الجيهة ما كين شهد الإمكانية ولذلك ربما إخوان غادي مواطن عادي بحال جميع المواطنين ديال غوريا وطبي الحال تكلم على نقطة مهمة هذا هو التفسير الذي أعطيه هوايا قال لي كان تعديل على الميزاني ديال جهة وكنت كنت تصنى المصادقة عليه لتعطي الاستقالة مني دووزوف مجلس الجهة بالأمس لي مرح عطيت الاستقالة وقال يمخلي جهة اللي عنده الأمور المالية مزيانة وانا فاخور في ذاك شريدت في الجهة ديال لي غوريا تعليقا على هاد الامر الرابط الشمالي للسلفيني كتقول بلا انه هذه محاولتان من القداء باش يبدل الصوت الشعبي اللي كين في غوريا يعني بخلاصة العبارة كأنه القداء بغي يضوز واحد الجهة من اليمين للياسار في حين انه احزاب اخرى يخوان كتقول بلا انه خصهم يتغير القوانين ما يبقاش القداء كيتستعمل كاداة الضغط على السياسيين لانه طوتي لولا العقوبة السجنية اللي كانت فحقه يعني الحفز ديال الدار ما كانش غير الاستقال ديال وكان ناوي انه يسمد الى نهاية هاد القدية قدية اللي غاي كن فيها حكم فوري يعني ما غاي دوزوش من التحقيقات الاولية القدية غد دوم مدة قصيرة ماشي لبريفياطو ولكن ولكن كيتسمي البروشيسو اميدياطو بطبيط الحل مختلف للبروشيسو بريفياطو اللي كاني اخوان في هاد القدية هو انه التوتيغ يعرف الحقيقة ديال الامور من السنوات قليلة يعني ما نطوروش بزاف تلسين والاربع سنين ولكن اقال باش نعرف هو مضنب او غير مضنب فيما يتعلق بالتمويلات اللي كان كيتلقاها من رجال اعمال ومن شركات فيليغوريا وفي المقابل كان يعطيهم امتيازات واش دك الشي صحيح وما شي صحيح بواحد النسبة كبيرة وهات ايطاليا دائما كتفرق عن الرمانة كيبدأ كل شي غوة وكيبدأ يتصنط الهواتف وكي نشر ذلك المكالمات وكتقول شوف على روين نايد السياسة الا انهم اني كوصلوا المحاكم كل شي ياخذ البراءة وكأنه شيء لم يقع فهذا الفقر يا إخوان سنتكلم على خبر لحال يتم تداول عبر جميع الصحف الدولية بجميع اللغات هوي إخوان القبض على أهم أباطرة تجارة المخدرات في أمريكا ميكسيكي وللاسم ديالو إسماعيل ومعروف إخوان بالاسم ديال إلمايو إسماعيل إلمايو دامبادا وهوي إخوان قائد تاريخي للكارتالو الميكسيكي سميتو سينالو هادي إخوان المافيا الميكسيكية كانت كتاجر في المخدرات في أمريكا وكانت كتصدر سنويا أطنان ما كنتكلمش على كيلوات ولكن أطنان ديال المخدرات من بينها أطنان ديال كوكاين ليروين المخدرات إخوان بحل ماريوانا وكذلك والشيء اللي هو يا خيب بزاف مخدر يا إخوان كيميائي يعني بحل الفانيد سميتو الفانطانيل واللي كيف ما كيقولوا إخوان المسؤولين أمريكيين أكبر تهديد مميت لدخلوه هاد تجار ديال المخدرات للبلد ديالنا وخرج على المجتمع ديالنا بطبيط كنتكلمو إخوان على السيد للسلطات الأمريكية كانت حاط إخوان واحد الجائزة للناس اللي غاد يتعطي معلومات عليه أو المكان اللي كيتواجد فيه القيمة ديالها خمسة المليون ديال الدولار يعني حوالي خمسة المليار مغربية إلا أنه يوم الأربعاء الماضي زادوا هاد القيمة وضعفو هاد ثلاثة المرات وقالوا لهم اللي جاب لنا خبار دياله غاد نعطيه خمستاشر مليار اليوم في الصباح إخوان مع الفجر في مدينة تاكساس الأمريكية غيرقوا عليه القبض ماشي عرب وحده بل هو وكان معاه الابن المؤبد وفي حاليا شدوا أهم شخص اللي كان طالق هو في سنة 2010 كان لقاء مع مجلة مكسيكية المهم عند الصحفيين حتى المكان اللي بقى مجهول والطريقة بوصل وإخوان أرى الطريقة اللي ادرع عليها أفلام وطائقية المهم من الوقت التي أتلاق معهم قال لهم أنا من بين الأشياء الكثير اللي ولكن لا أعرف ما يعمل للشجاعة لكي نفعل هذا الجاس سللا يعني انتحر إجمال سيدي اللي هو ناشيط التجار في المخدرات منذ السبعينيات القرن الماضي يعني رح سنوات كثيرة هو كتجر في المخدرات وبفضل كذلك العلاقة اللي كانت عندهم مزيانة مع المافية الكولومبيا اللي تنتجج الكوكايين قدر أنه يدخل دارت بالاغ اللي كتقول فيه بلا أنه ما عنده حتى شي مسؤولية وما نسقاش مع السلطة الأمريكية باش يرقوا عليها القب لأنه هات السيد ويعني جميع المافيات في الميكسيكرا كيكون عندهم إخوان واحد الولاء كبير من السكان ديت المنطقة لأنه كيكون مهلا في السكان وكيدير سياسة إجتماعية اللي ربما الحكومة ما قيماش بها بهذا الطريقة كيقدروا كذلك أنهم يضمنوا مش يعني إخوان تضامن دي الساكن المحلية ولكن كذلك الولاء ديالهم رطبيت حال ما معروفش بزاف على الطفولة دياله ولكن إجمالا كنت تكلموا على السيد اللي هو كيف ما كيوصفوه قائد ديال كارتال اللي هو بالطريقة القديمة يعني كيهم معير التجارة ما عندوش معهد الحرب ديال العصابات اللي كينا حاليا ما بين المافيا ديال الشباب رطبيت حال تشد هو وتشد كيف ما قلنا لابن ديال إلتشابو إلتشابو هو كان أشهر واحد في هذا الشيء وته هو يتشد وعلى هذا الشير علقوا كذلك مسؤولين أمريكيين كبار فالفقر يا إخوان سنطرقوا الأخبار التي تجينا من القطاع ديالغزة ونبدأوا باللقاء اللي داروا بالأمس ناطنياهو مع كامالا هيريس المترشحة ديال الديمقراطيين في السباق الرئاسي ضد ترامب المهم ناطنياهو طلق معها واليومي إخوان طلق كذلك مع ترامب وأثناء اللقاء دياله مع كامالا هيريس اللي ما كانتش حضرات أصلا مني اعطى الكلمة في الكونغرس كانت إخوان ما حضراتش ومني طلقت معاه قالت لي بلا أنه من حق إسرائيل أنها تدفع على رأسها ولكن من المهم كيفاش تدفع على رأسها والطريقة اللي كتستعمل رطبيط حال قالت بلا أنه إسرائيل من حق أنها تدفع وفي نفس الوقت قالت بلا أنه ذاك الشي اللي كنشوفه واللي كي جينا من القيطة هذه الغزة ميمكنش أنني نسكت عليه يعني كنشوفه ناس اللي كتنزح للمرة الأولى والثانية والثالثة والرابعة هاد شي اللي قالت وكذلك ميمكنش أنه ما سبقاش عندنا الإحساس بالمعاناة دي للآخرين كنشوفه أطفال كتموت ناس اللي كتجوع ولذلك ما غاليش نبقى ساكتها أمام هادك الشي اللي كي يوقع في القيطة دي الغزة رطبيط حال إسرائيل عن طريق مسؤول كبير علقاتي إخوان على هاد الأخبار اللي خرجات وقالوا بلا أنهم عندهم خيبة أمل كبيرة من الكلام اللي قالت وخيفا أنه حماس تقول بلا أنه هذا إنشقاق ما بين العلاقة دي الإسرائيل وأمريكا وما تبغيش تدير الاتفاق ديالها اتفاق وهذه النقطة المهمة للغاية غيكون واحد اللقاء في العاصمة الإيطالية روما غيكوني إخوان في الأيام القادمة اللقاء اللي غيحضر فيه المخابرات الأمريكية المخابرات الإسرائيلية كذلك مسؤولين القطريين والمخابرات المصرية ماشي باشي يلقى واحد الاتفاق ولكن على الأقل باشي رسموه إخوان طريق لهذا الاتفاق لأنه الاتفاق ما زال بعيد على حسب ما تيقوله مصادر أمريكية وكين مصادر اللي كيقول بلا أنه وراها قريبة ولكن إجمالا ناطنياهو ما عنده احتشي نية أنه يدير الاتفاق هاتش اللي يقوله مصادر أمريكية علاش لأنه خايف يدير الاتفاق والحكومة دياله تسقط لأنه عنده بنكبير وعنده وزير متطرف آخر اللي إلا مشتدر الاتفاق غي سقطه الحكومة ولذلك حاليا يحاول أنه يدير تعديل آخر على الاتفاق تعديل لديجا إخوان حماس قالت بالله أنه ما غادش تقبل به في الاتفاق وهذه من بين النقاط اللي تتافقوا عليها وحسموها ديجا هو أنه غيكون نزوح ديت الناس شيء إخوان متفق عليه إلا أنه إسرائيل قالت لك لا غن ديره نقاط ديال تفتيش واللي غي يدوز من جانب إلى الشمال خاصة يتم تفتيش دياله رطبيط حال حماس ضد هاد الفكرة غنشوف رطبيط حال أشلو اللي غادي وقع في الاتفاق إلا أنه إخوان الأمور ما زالت معقدة للغاية الحاجة اللي هي مهمة هو أنه كذلك مصادر أخرى أمريكية كتقول بلا أنه الاتفاق راه قريب ونطنيهم من اللي تلاقم على عائلت ديال الأسرة قال لهم من هنا يا ليومين غنقوم بإعطاء واحد المقترح تاني لحماس في حين أنه من جهة أخرى الحكومة الإسرائيلية تمدد إخوان التوقيف ديالقناة الجزيرة لمدة خمسة وربعين يوم أخرى أما فيما يتعلق إخوان بأخبار أخرى الحكومة البريطانية الجديدة واللي هي يسارية واللي كيترأسها ستارمير قال بلا أنه ما غيرتاردش على القرار اللي كانت تعلينات عليه النيابة العامة ديال المحكمة العدل الدولية ألا وهو كالطالب المحكمة باش دير مذكرة اعتقال في حق نطنياهو وكذلك القادة ديالحماس بطبيط الحل الحكومة ديالصوناك الهندي البريطاني اللي كانت سابقا واللي كانت حكومة يمينية قالت بلا أنه غيرتارد على هد القرار إلا أنه الحكومة مني تغيرات هذه ديالسترامير قالت بلا أنه ما غيرتاردش وهد شريك يخلي أنه إسرائيل كتجوب رسميا وكتقول بلا أنه عدنا خيبة أمل من بعد هد القرار اللي هو غير صحيح من الحكومة البريطانية أما قوتارريش اللي هو أخوة الأمين العام ديالأمم المتحدة كيتكلم على أنه الحالة في القطاع ديالغزة هي حالة كارتية بكل مقاييس وقال لي ما عمرني ما شفت شي حملة عسكرية ووقعات مني أنا يا أمين عام بهات الشراسة وكانت مميتة لهات الدرجة كتر من ذلك شري حاليا كيوقع في الحملة العسكري ديالإسرائيل في القطاع ديالغزة ولذلك الحالة صعبة وتقارير اللي اتنشرت كذلك اليوم كنت تكلم على أنه تسعود ديالت الناس على عشرة في القطاع ديالغزة هم نازحين يعني قصف جوي أو كانت فيها عمليات عسكرية هذو كانوا محدودين ولكن نراها تسعين في المئة ديالت الناس اضطرات أنها تغادر لمنازل ديالها وتغادر الملاجئ ديالها وفي بعض الحالات غادرات حتى الملجأ اللي بشاتليه للمرة الثانية والثالثة يعني كيبقوا يتنقلوا من مكان إلى آخر